اشتركوا في القناة التي قصفتها فرنسا بالطائرات بعد أن تم الإعلان عن استقلال سوريا منذ العام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية حاولت فرنسا التنصل من التعاهد بانسحاب قواتها من المنطقة وحاولت المراوغة وكسب الوقت لإعادة توطيد سيطرتها التي فقدتها نسبياً لصالح الانكليز خلال الحرب العالمية الثانية ولكن التحركات الشعبية ورفض رجالات الدولة السورية بقاء القوات الفرنسية في سوريا حال دون ذلك أدت هذه الأحداث إلى موجة احتجاجات عارمة في سوريا وكثير من الدول العربية ودعمت الحكومات ومنها الحكومة البريطانية مطالب السوريين بالاستقلال والتأكيد على ضرورة رحيل القوات الفرنسية وكانت أحداث التاسع والعشرين من أيار عام 1945 عاملاً أساسياً في جلاء القوات الفرنسية عن سوريا نهائياً في السابع عشر من نيسان عام 1946 اشتركوا في القناة